شو سر ارتفاع رواتب لاعبين في كرة القدم؟ بتقول القاعدة إنه إذا بدك تشتغل براتب عالي لازم تدور على شركة أرباحها عالية يعني من غير المنطقين تطلب راتب عالي من شركة يوضب عم تدفع رواتب موظفين وهون بنشنا نمسك طرف الخير نادي كرة القدم من مصلحته إنه يتعاقد مع نعيبة محترفين ليحقق بطولات لأنه إذا حقق بطولات يعني بلوث ومبيعات تزاكر وثوق نشر وكنزات لاعبين وإعلانات وبالتالي النادي مجبور يدفع الراتب في البداية اللاعب ونجي للشعبية اللي عم تكتسبها كرة القدم سنة بعد سنة الشعبية هي تكشفها أسعار بث الدوري الإنجليزي عبر السنوات المالبية مثلاً من 1992 إلى 1997 نباعد حقوق الدوري بأقل من 200 مليون جنيه ترميني أما من 2016 إلى 2019 وصلت لأكتر من 5 مليار جنيه ترميني وطول ما في جعبية بيتر يعني فلوس كثيرة يعني رواتب كثيرة وآخر شيء سوشال ميديا يعني جماهرية اللاعبين على السوشال ميديا صارت تتحدد بقيمة سوقية لللاعب تجبر الأندية التي تدفع فيه أرقام كبيرة وبتضرب عصفورين بحجر واحد الأداء والتسويق وانتوا اللي خبروني تعرفوا من أكثر لاعب قيمة سوقية بالعالم؟